الرموش الصناعية تستخدمها بعض النساء وهي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية وتلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة والغرض منها هو طلب الزينة فتظهر المرأة بأن رموشها حسنة وتريد المرأة تتزين بها فأولا ما حكم وضع هذه الرموش ثانيا ما أثرها على الطهارة أما وضع هذه الرموش فاختلف العلماء المعاصرون هل هي من قبيل الوصل المحرم أم لا والوصل قد جاء ما يدل على أنه من كبأر الذنوب كما في حديث بن مسعود رضي الله عنه نعم أو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة وقد امرق شعر رأسها يعني تمزق وإن زوجها يستحثني أن أصلها أفأصلها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمواصلة وهذا في الصحيح البخاري وهذا مثال لما ذكرت في مقدمة الدورة للتشديد في بعض المسائل يعني حالة هذه المرأة تمزق شعر رأسها من المرض وتريد هذه المرأة أن تزينها لزوجها بوصل شعرها ومع ذلك ما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بل شدت وقال لعن الله الواصل والمواصل وهذا الحديث الصحيح البخاري لا إشكال في صحته وأيضا الحديث الآخر حديث المسعود لعن الله الواصل والموصولة فالواصل من كبائر الذنوب والواصل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يوصل الشعر بشعر طبيعي فهذا محرم بالاتفاق بل من كبائر الذنوب القسم الثاني أن يوصل الشعر بشيء آخر بعيد عن الشعر لا يماثله ولا يشابهه كأن يوصل بخيوط ملونة نحو ذلك فهذا لا بأس به ومن ذلك ما تضعه بعض النساء على الشعر عند لفه أو ربطه بخيوط ونحوها فهذه لا بأس به لأنها ليست وصلا ليست بمعنى الوصل المحرم القسم الثالث أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر لكنه يشبه الشعر لكنه يشبه الشعر كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه بحيث أن الناظر لا يكاد يفرق بينه وبين الشعر هو قريب من الشعر ويشبهه في الهيئة والشكل لكنه ليس شعرا في الحقيقة فهل هذا يأخذ حكم الوصل أم لا وعلى ذلك لبس الباروكة والرموش الصناعية ونحو ذلك للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نعرف علة النهي عن الوصل ما هي علة النهي عن الوصل علة النهي عن الوصل اختلف فيها وأرجح الأقوال أنها التزوير والتلبيس والتدليس بحيث تظهر المرأة أمرا وهي في الواقع بخلافه ويدل لذلك حديث معاويه رضي الله عنه أنه أتى المدينة فأخذ كبة من شعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا هو الزور قولوا إن هذا هو الزور يعني من التزوير والتلبيس ومعلومنا نكبه من الشعر يوصل بها ففيه إشارة إلى العلة وهي الزور والتزوير يعني التدليس طيب نرجع لمسألتنا الآن الوصل بشيء يشبه الشعر لكنه ليس شعرا هل فيه تزوير وتلبيس وتدليس الجواب نعم نعم ولذلك لا يفرق الناظر بين هذه المرأة التي شعرها طبيعية أو التي شعرها صناعية ففيه تلبيس وتزوير وعلى ذلك فيكون الوصل بما يشبه الشعر يكون محرما بناء على هذا التقرير يكون محرما وعلى هذا فيكون لبس الباروكة ومثل ذلك أيضا الرموش الصناعية على هذا يكون الرموش الصناعية أن استخدام المرأة لها أنه محرم لأنه نوع من الوصل المحرم ومثل ذلك الأظافر الصناعية أيضا كلها لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين فكلها وصل هذا وصل للشعر وهذا وصل لأظافر والغرض منه التلبيس والتدليس وهذه مسال شددت فيها الشريعة فلا نخضعها يعني العقل لأن هذه ورد فيها النص الاجتهاد متى يكون يكون الاجتهاد عندما لا يريد النص المسألة هذه مسألة منصوص عليها يعني انظر إلى حالة هذه المرأة التي زوجت ابنتها وأصابتها الحصبة وتمزق شعر رأسها وزوجها يستحث ويستحث الأم يقول تصيلوا شعرها هل رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصل والموصول يعني هذه مساءل خطيرة ويعني هنا يعني أذكر بما قلته في مقدمة هذه الدورة أن طالب العلم يشدد فيما شددت فيه الشريعة ويتسامح فيما جعلت الشريعة الأمر فيه ساعة وعلى هذا فالرموش الصناعية بناء على هذا التأصيل تكون محرمة لأنها وصل في معنى الوصل المحرم ومن أبرز من قال بالتحريم الرموش الصناعية اللجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأيضا الشيخ محمد بن الثمين محمه الله وأما أثرها على الطهارة نحن قلنا بعدم التحريم أن نحن قلنا بالتحريم لكن لو أن مرأتنا استخدمتها وتريد أثرها على الطهارة وأن تعلم بالتحريم أو أنها أخذت برأي مثلا من أفتاها مفتن بالجواز أو نحو ذلك فنقول أثرها على الطهارة هي لا تمنع وصول الماء إلى داخل الأحداؤ فإذا وضع عليها الماء فإن لها فتحات يصل منها الماء إلى رمش العين فهي إذن من حيث الطهارة لا تمنع من وصول الماء إلى الرمش فلا تؤثر على الطهارة ولكنها من حيث الاستخدام نقول أنها محرمة بناء على القول الراجع